بسم الله الرحمن الرحيم نهايات بيانيا سنتعلم ما يأتي في بداية ما هو نهاية الدالة عند نقطة ثم كيف نقدر النهاية عند نقاط محددة باستخدام التمثيل البياني ثم تقدير النهايات عند اللا نهاية باستخدام التمثيل البياني الحين نبغي نعرف ما هي النهاية هاي طبعا مفهوم جديد انا لو عندي هذا الرسمة الى Y تساوي FFX هاذا الرسمة البيانية هني طبعا قيمة الدالة غير معرفة لاحظوا انا لو اخدت هاذي انا باجيب النهاية عند هاذا النقطة شنو معناته انا لو جيت الى الى هاذا النقطة من جهة اليمين يعني انا راح اتحرك من اليمين كل مرة قعد اقترب من هذا العدد له C لاحظوا كل ما انا اقرب 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 فانا قعد اقرب من قيمة X تساوي C اللي هي L مثلا تخيلوا هاذي 5 وهذه قيمتها 3 هي كانت 1 بعدين 1.5 بعدين 2 بعدين 2.5 بعدين 2.6 فانا كل ما اقترب من هذا العدد فأنا قعد أقترب من هذا العدد مثلا له L أو مثلا ثلاثة فنقول عندما نقترب من X يساوي C من اليمين قيمة الدالة تقترب من Y تساوي L احنا لاحظون قاعدين نقول عندما نقترب يعني ما قاعدين نقول نحنا قاعدين أن نحنا منوصل إليها يعني ناخد قيم جدا قريبة من هذا الرقم ونفس الشي في الواي احنا منوصل لقيمة قريبة جدا من هذا الواي وهو هو L نفس الشي لو جيت أنا من اليسار لاحظوا وقعد تقرب أقرب 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 فأنا قيمة الواي بتنقص 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 لين ما بتوصل إلى هني مثلا إلى قريبة من L فعندما نقترب من X يساوي C من اليسار أيضا تقترب قيمة الدالة من هذا القيمة اللي هي Y تساوي L فالحين نقدر نعرف النهاية على أنها القيمة التي تقترب منها الدالة من الجهتين وتكتب بالشكل التالي النهاية تكتب بالشكل التالي رياضيا نكتب لم يعني limit بالانجليزي ونحط تحت X سهم C يعني نقول X تقترب هاي معناتها تقترب من C يعني نقول إنه نهاية الدالة Fx لاحظوا شونا نقراها تقرأ نهاية الدالة Fx عندما تقترب X من C تساوي L فإحنا كل ما اقتربنا من X يساوي C فإحنا نقترب من Y تساوي L الحين ما تقول إنه في نهاية للدالة عند نقطة تكون للدالة نهاية عند نقطة إذا كانت قيمة النهايتين حقيقيتين ومتساويتين من الجهتين يعني شنون نكتبهم لازم يكون limit من اليمين النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار يعني نكتبها بالشكل التالي limit Fx X تقترب من C ونحط فوق موجب الموجب إشارة إنه نحن جايين من جهة اليمين يعني من جهة الأشياء الموجبة نفس الشي إذا نحط صالب معناتها نقول إنه نحن جايين من اليسار من اليسار يعني من جهة الصالب فإحنا نحط صالب فوق فهذا مجرد رمز إلى اليمين وهذا رمز إلى اليسار فإذا كانت قيمة النهايتين حقيقيتين ومتساويتين فهنا نقول أن الدالة إليها نهاية عند هذه النقطة ناخد سؤال استخدم التمثيلات البيانية لتقدير قيام النهايات المطلوبة الآن أنا عندي هذه الرسمة البيانية المطلوب مني أن أقدر النهايات المطلوبة طبعا في البداية نحن نشوف طبعا المت إلى الدالة هذا fx عندما x تقترب من اثنين من جهة اليمين هذه الاثنين لو اقتربنا من جهة اليمين كم تكون قيمة y تقترب من كم لاحظوا كلما قرب من جهة اليمين فقيمة y تقترب من كم تقترب من واحد إذن قيمة النهاية من اليمين واحد أيضا لو جينا من اليسار لاحظوا قيم الدالة لو مشينا من اليسار وقربنا للعدد اثنين نفس الشيء راح نشوف أن هي تقترب تقترب من العدد واحد فبالتالي نستنتج أن قيمة النهاية عندما x تقترب من اثنين لأن النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار فتكون قيمة النهاية واحد الآن ماذا يتعني قيمة اثنين أو f2 f2 معنات قيمة الدالة بالضبط عند اثنين هذه هي الاثنين قيمة الدالة عند اثنين كم؟ قيمة الدالة عند اثنين هي واحد طبعا هذا الى علاقة راح نتعلمه بعدين في الدرس اللاحق اللي هو الاتصال ناخد رسمة ثانية هذا الدالة نبغي قيمة المت عندما اكس تقترب بالثلاثة من اليمين ايضا من اليمين هاد الثلاثة لو احنا جينا من هاد الجهة نبس ما نشوف السهم فلاحظوا قيم الواي تنقص 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 لين ما تقترب من كم من الستة هي لا تساوي الستة ولكن كل ما نقرب نشوف ان هي قاعدة توصل قريب الى من الستة نفس الشي من اليسار يعني الثلاثة بتشوفهم فوق ناقص يعني قيمة النهاية من اليسار احنا لو نمشي تشديه على الرسمة لما نقرب من الثلاثة ايضا نشوف ان قيمة الدالة تقترب من كم ايضا من ستة فنستنتج ان قيمة النهاية هي عند الثلاثة هي الستة لكن لاحظوا ما قيمة النهاية قيمة الدالة على الثلاثة هذه الثلاثة قيمة الدالة على الثلاثة هنا لا يوجد دائرة مضللة هنا يوجد فراغ فهذه تكون هنا قيمة الدالة غير معرفة أو نقول غير معرفة لكن قيمة النهاية تساوي ستة لاحظوا الرسمة الثالثة نبغى اول شي اللمت عندما اكس تقترب من ستة من اليمين طبعا هذه ثمانية فهذه تكون اربعة فالستة رح تكون هذه الجهة يعني لاحظوا لو حطينا خط هنا يوجد خط تقارب مثل ما تعلمتون سابقا هذا خط عمودي الستة من اليمين يعني من هذه الجهة لاحظوا ستة من اليمين يعني انا رح اخذ هذه الجزء من تمثيل بياني لاحظوا ان كل ما انا اقارب من ستة من اليمين قاعد انزل 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 الى الاسفل فكأني رايح الى صالب ما لا نهاية فنقول ان النهاية هي صالب ما لا نهاية ومن اليسار يعني من هذه الجهة احنا رح نمشي بهذه الطريقة ونقترب من الستة نشوف ان القيم قاعد تزيد 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 الى ليه ما تروح فوق فنقول ان هي تقترب من ما لا نهاية يعني هي تزيد بلا حدود فنقول ما لا نهاية فبالتالي النهايتين مختلفتين فنقدر نقول ان النهاية غير موجودة وقيمة الدالعة الستة طبعا غير معرفة لان لا توجد اي نقطة تمثل العدد الستة فنقول غير معرف ناخد تمثيل بياني اخر نبغى الليمت عندما اكس تقترب من سالب اثنين ندور سالب اثنين اول شيء هذه واحد هذه سالب واحد هذه سالب اثنين طبعا اذا كانت الرسمة متصلة فتكون قيمة النهاية تساوي قيمة الدالة يعني احنا سواء اقتربنا من اليمين او من اليمين او من اليسار فاحنا قاعدين نقرب من قيمة الدالة وقيمة الدالة كام نعد واحد اثنين ثلاثة اه اربعة فنقول ان اللمت هنا راح يكون اربعة اذا اذا كانت الدالة متصلة نقول ان قيمة النهاية هنا في الساقيمة الدالة طيب عنده الصفر من اليمين الصفر من اليمين عن هذه الجهة يعني ناخد هذا الرسمة نحظه هنا في رسمتين من اليمين ومن اليسار فمن اليمين راح ناخد هذا الرسمة فاحنا اذا قربنا من الصفر فنشوف ان قيمة الدالة تقترب من كام من واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا هني قيمة النهاية اربعة ومن اليسار هذا الصفر يسار الصفر احنا قاعدين نقرب بهذا الشكل يعني ناخد هذا التمثيل البياني فنشوف ان احنا قاعدين نقترب من كام راح نقترب من صالب واحد فنقول صالب واحد بما أن النهايتين مختلفتين من اليمين ومن اليسار فنقول أن النهاية غير موجودة طيب اللمت عنده 2 عندما تقترب الـ x من الـ 2 أيضا هناك قيمتين مختلفتين الدالة تتغير عندها فلو أخذها من اليمين تكون النهاية تقترب من كم ناخد هذا الرسم 1 2 3 4 5 6 ومن اليسار أيضا مختلفة فهي كم؟ هي 1 يعني النهاية من اليسار 6 ومن اليسار 1 مختلفة فإذا نقول أن النهاية غير موجودة فباختصار إذا كان هذا نسمي هذا طبعا في الاسم سنتعلمه في الدرس القادم هو الانفصال القفزي يعني تكون الدالة قيمة ثم نشوف أن تكون هنا قفزة فتكون قيمة النهاية هنا غير موجودة لأن النهايتين غير متساويتين السؤال اللي بعده نبغى اللمت عنده صفر عندما x تقترب من الصفر هذه الصفر الدالة تكون متصلة فبالتالي نبدأ نقول أن المت يساوي صفر وعنده الستة طبعا هذه أربعة فالستة هنا راح تكون نشوف الستة كم تقريبا إذا هذه أربعة وهذه اثنين دعنا نقول تقريبا هذه واحد ونص لأن الدالة أيضا متصلة راح ناخد قيمة الدالة لكن لاحظوا عند الأربعة هنا يوجد خط تقارب إذا جينا من اليمين طبعا هنا أربعة من اليمين يعني ناخد هذا العسمة فحنا لو مشينا 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 أن السهم رايح للأعلى فنقول اللمت يساوي ما لا نهاية ومن اليسار يعني هذا الجهة معنات أن اللمت يساوي أيضا ما لا نهاية فنستنتج أن اللمت عندما x تقترب من أربعة سواء من اليمين واليسار بما أنه يساوي انفينيتي فنقدر نقول أنه يساوي أيضا انفينيتي ولكن نقول أن النهاية غير موجودة نحن نقول أن النهاية تكون موجودة فقط إذا كان العدد حقيقي لاحظوا هذا الدالة اللي كانها مثل تخطيط القلب هذا الدالة نبغي اللمت لها عندما x تقترب من الصفر لاحظوا هذا طبعا الصفر لو كلما نروح نقترب من الصفر تشوفوا قيمة الدالة تروح فوق عند الواحد وتنزل إلى تصالب واحد تروح عند الواحد وتنزل إلى تصالب واحد سواء من اليمين واليسار فنحن ما نعرف إلا هي واحد أو هي صالب واحد فإذا هي ما قاعدة تقترب من عدد معين فنقول أن النهاية غير موجودة فهذا بالنسبة إلى إيجاد النهاية عند عدد محدد ننتقل إلى النهاية عند المالة نهاية النهاية عند المالة نهاية هذه معنات النهاية اللمت عند المالة نهاية معناتها نبحث عندما x تقترب من موجب وصالب مالة نهاية إذن هو وصف لسلوك الدالة عندما تزداد قيم x بلا حدود يعني عند المالة نهاية والسالب مالة نهاية مثلا نحن نبغل المت عندما x تقترب من انفينيتي x تقترب من انفينيتي يعني ناخذ الطرف الأيمن إلى الدالة هذا الطرف الأيمن لأن هذا رايح إلى مالة نهاية لاحظوا هذا كل ما يروح جهة اليمين قاعد يروح للأعلى معناتها أن يروح بلا حدود للأعلى فنقول انفينيتي أما اللمت عند x تقترب من صالب مالة نهاية فمعناتها ناخذ الطرف اليسار هذا الطرف اليسار لأنه رايح إلى صالب مالة نهاية ولاحظوا أنه قاعد ينزل للأسفل بلا حدود إذن هو قاعد يروح إلى صالب مالة نهاية بالنسبة لهذا السؤال نبغى نلمت عنده x مالة نهاية نفس الشيء لاحظوا هذا الطرف الأيمن نازل للأسفل إنه نقول صالب مالة نهاية وهذا الطرف الأيسر إذن هذا هو الطرف له x تقترب من صالب انفينيتي فلاحظوا رايح للأعلى فنقول انفينيتي السؤال الثالث لاحظوا أن هذه الدالة يوجد لها خط تقارب أفقي إذن رسمها ليس قاعد تروح فوق بلا حدود لا كلما نروح لليمين طبعا هذا الطرف الأيمن لا ننسى وهذا الطرف الأيسر يعني إحنا ما لن نشغل بهذا السهمين لأن هذا معناته x معنات تروح مالة نهاية فهذا قاعد يقترب من خط التقارب الأفقي اللي هو كام؟ اللي هو اثنين إذن نقول النهاية ساوي اثنين أيضا الليمت من اليسار عندما x نقترب من صالب مال النهاية إحنا كلما نروح إلى صالب مال النهاية من اليسار أيضا قاعدين نقترب في الواي من 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 العدد اثنين فإذن نقول اثنين ولو تلاحظون إن الدال اللي هني سالب ثلاثة على x تربية زايدا اثنين يعني إحنا كلما نزيد المقام فالمقام رح يكون صفر صفر زايدا اثنين رح نشوف أن الناتج هو اثنين طبعا هذا الشيء رح نتعلمه في درس حساب النهاية عند المال النهاية جبريا سؤال آخر أيضا هني نبغي للمت عند المال النهاية طبعا نفس الشيء ناخد الطرف الأيمن هذا هو الطرف الأيمن الطرف الأيمن قاعد يقترب من محور x يعني قاعد يقترب من y تساوي كم من y تساوي صفر أيضا من اليسار هذه الرسمة أيضا قاعدة تقترب من كم أيضا هذا خط تقارب إذن يكون أيضا صفر وما ليشغل بهذه الأسهم لنحن نبحث اللمت أو النهاية عندما x تروح إلى ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية سؤال خمسة نفس الطريقة هذه ناخد هذا الطرف له ما لا نهاية أيضا هو قاعد يقترب من هذا الخط خط التقارب هذا الخط كم يساوي؟ وهذه سالب ثمانية إذن هذا رح تكون كم؟ سالب ثنين سالب أربعة سالب ستة إذن الناتج هو سالب ثنين أيضا من اليسار هذا من اليسار أيضا قاعد يقترب من سالب ثنين نفس الشيء لو تلاحظون هذه الدالة لاحظوا أن درجة البص نفس درجة المقام تعلمتون في ريضة 261 إذن إذا كانت درجة البص ساوي درجة المقام فيكون هناك خط تقارب أفقي فيكون هناك خط تقارب أفقي يساوي المعامل على المعامل يعني 12 على 4 سيعطينا ثلاثة ثلاثة ناقصا خمسة تساوي سالب ثنين وهذه التفق مع النتيجة التي وصلنا إليها ولاحظوا الرسمة الثانية قاعدتها درجة البصد أقل من درجة المقام فتكون هناك خط تقارب أفقي يساوي صفر لأن درجة البصد أقل من المقام عفوا السؤال الأخير لاحظوا هذا الرسمة طبعا هنا اللمت عند المالة نهاية يعني إحنا رح ناخد هذا الاتجاه لاحظوا رسمة تروح فوق تنزل تحت أزيد تروح فوق أزيد تنزل تحت أزيد تروح فوق أزيد تنزل تحت أزيد وهكذا فنحن ما قاعدين نقترب من شي معين ما نقدر نقول إنفنيتي لأن بعدين رح تكون صالب إنفنيتي بعدين تكون إنفنيتي وهكذا فنقول أن النهاية هنا غير موجودة لكن لاحظوا من اليسار إحنا لو ما شعنا من اليسار قاعدة قيم الواي تنقص مرة تكون بالموجب مثلا تكون ثنين بعدين صالب واحد ونص بعدين واحد ونص بعدين مثلا صالب ونص وهكذا لين ما تقل 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 لاحظوا في الأخير اقتربت قيم الواي من كم اقتربت من الصفر إذن فهذا يجربنا إلى الاستنتاج التالي إذا كان التذبذب هذه طبعا الدالة نسميها دالة متذبذبة إذا كان التذبذب لقيم الدالة غير محدود مثل هذه يعني قاعد يزيد كل مرة بين قيمتين مختلفتين فنقول النهاية ليس لها وجود ولكن إذا كان التذبذب لقيم الدالة متقاربا نحو عدد معين يعني لهذا قاعد يقل لقل لقل قاعد يقترب من الصفر فنقول النهاية لها وجود فهذا بالنسبة إلى كيفية إيجاد النهاية عند المال النهاية وهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وهو تقدير النهايات بيانيا ترجمة نانسي قنقر